وخلال الاحتفال بليلة القدر بمركز المنارة للمؤتمرات قرم رئيس السيسي عددا من النماذج المشرفة بالمصابقة العالمية للقرآن الكريم وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تقرر رفع الحد الأدنى لجوائز جميع المكرمين بالمصابقة العالمية للقرآن الكريم إلى الضعف بواقع 60 ألف جنيه لكل جائزة بدلا من 30 ألف جنيه مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم بالمصابقة العالمية للقرآن الكريم